موسيقى مثل هذه المسامرات من شأنها أن تكشف أو تنبش أو تعمق النقاش حول مسائل تهم الجيهة مثل الوثائق اليوم ندعونا مسألة الوثيقة التاريخية ودورها في الكشف عن عديد المعطيات التي تهم الجيهة ظلت مسكوطة عنها مثل الحال هي مسامرة أولى في انتظار أنه تم سلسلة من الحوارات الثقافية تعرف أنه وزارة الثقافة أعنت على البرنامج الوطني حوارات ثقافية تمس التراث كما تمس مجالات الأخرى هذه المسامرات المستهدف منها الشباب وحفزه وخاصة في الجامعة على أساس أنه يهتم بهذه البحوث لأنها في التاريخ دائما تم حلقات قد تكون مفقودة قد لا ينظر إليها أكاديمي أو كتاب التاريخ الأكاديميين فلا ينظرين إليها باعتبارها جزء من التاريخ أو إنه كم متروب للتاريخ ولكن هذا الكم المتروب في التاريخ لا يمكن خروجه أو إخراجه من التاريخ وهذا في حقيقة الأمر يسبه في الاتجاه العام لكتاب التاريخ تونس بخصوص دياتها وخوصاتها على أساس أن التاريخ يتمن في نهاية المطار عندما يعرف الشمالي عن الجنوبي ما يكفي ويعرف الجنوبي عن الشمالي ما يكفي من لا تاريخ لهوية لهو الشباب الشباب للأسف غير ملم بتاريخه غير ما يعرف حد شيء على تاريخ جهته لأنك لازمك تعرف الأنساب تعرف ذاكرتك الشعبية تعرف الشاب عليها أن يعرف رموزه في هذه المنطقة مدوات الفكرية هذه والأمسيات الفكرية مهمة تساهم تفيد مثلاً لك الطالب في التاريخ بحضور مفكرين ودكاترة من الجهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر